اشتركوا في القناة صديقك صديقي أنا؟ نعم على الفيسبوك وصديق لك أيضاً حتى الآن لا أعرف كيف حدث ذلك إذا كنت متضايقة أخرجيه من صفحتك في الواقع أنا أستفيد كثيراً من المعلومات التي يكتبها على صفحتك وأنشرها لكل أصدقائي أعطني علبة الشوكولاتة التي في الخلف ما هذا؟ شوكولاتة مريض بالسمنة والقلب تحضرون له شوكولاتة ليست له سيأكلها ضيوفه وهل أحضرت الهدية له أم لضيوفه؟ حتى لو أكلها ضيوفه سيظل ينظر نحوهم في حرمان هذه هدية غير مناسبة بالمرة عندما تزور مريضاً عليك أن تأتي له بشيء ينفعه عمر ماذا تفعل هنا؟ لماذا لم تحضر العلبة؟ لم أجدها في السيارة كيف ذلك؟ ربما نسيناها في المنزل؟ خيراً إن شاء الله هيا بنا انتظر سنعود إلى المنزل ونأتي بها لا وقت يا أمي سينتهي موعد الزيارة هيا شفاك الله يا عم شادي ماذا جرى لك؟ السمنة السمنة الملعونة قال الأطباء الشوكولاتة هي السبب كنت أكل منها كميات مهولة الحمد لله أننا نسينا الشوكولاتة ها؟ ولماذا تربط رأسك هكذا؟ من شدة الصداع أصبحت لا أحتمل أي صوت حتى جرس المحمول يا ربي أين ذهب هاتف المحمول؟ ربما نسيناه في البيت أيضاً لا لقد سمعت الجرس حالاً آه صداع صداع ماذا بك يا عم شادي؟ أشعر بالصداع لمجرد سماع كلمة جرس عين ريموت التلفاز أخشى أن يفوتني المسلسل هذا التلفاز معطل الحمد لله كفاني ما بي من صداع سأطلب لنا شاي وكروسون هل أطلب لك كروسون يا شادي؟ طبعاً أريد يعاني السبنة وتطلبين له كروسون قطعة واحدة لن تدر ألو؟ ألو؟ الهاتف أيضاً معطل موسيقى الإمام البخاري؟ حمداً لله على عودتك من المشفى أنت الذي أخفيت جوال أمي نعم حتى لا تتحدث فيه طويلاً كعادتها وتزيد من صداع المريض والتلفاز نزعت وصلته الكهربية حتى لا تفتحه ويزعج المريض والهاتف الأرضي نزعت وصلته هو الآخر كانت ستأتي بفطائر للمريض المعاني من السمنة هل فعلت كل ذلك من أجل شادي؟ ومن أجلكم أنتم أيضاً أردت أن لا يضيع منكم ثواب عيادة المريض ولماذا يضيع؟ لأن زيارة المريض لها آدابها التي يجب أن نحافظ عليها وما هي؟ لا نبقى عنده سوى عشر دقائق ندعو له فيها بالشفاء ولا نأتيه بهدية قد تضره ولا نأتي بسيرة الموت أمامه ولا نأكل أو نشرب شيئاً عنده حتى لا نكلفه مالاً قد يحتاجه في علاجه وأخيراً لا نتسبب في إزعاجه انتظر حتى أكتب كل ذلك اكتبه لاحقاً سأذهب الآن لأزور أقارب لي خذني معك هيا إلى أين نحن الزاهبان؟ إلى خرطنك على بعد ثلاثة أميال من هنا تسافر بالجمل ثلاثة أميال لتزور أقاربك ولم لا؟ هل هناك مشكلة تذهب لحلها؟ لا فقط أريد أن أراهم وأطمئن عليهم تقطع كل هذه المسافة لتطمئن عليهم ولم لا؟ لقد أوصان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نصل أرحامنا ونديم الحب والمعروف بيننا وبينهم فماذا قال؟ قال حديثاً أوردته في كتابي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه يبسط له في رزقه؟ يعني يزيد فما معنى ينسأ له في أثره؟ يعني تمتد ذكراه بين الناس بكل خير صلة الرحم تصنع كل ذلك؟ وأكثر من ذلك وما المقصود بصلة الرحم؟ زيارة الأقارب والاهتمام بشؤونهم ومتابعة أخبارهم والصلح بين المتخاصمين منهم وحل مشاكلهم هذا لا يحدث في زمننا إلا قليلاً لأن الناس في زمانكم إن شغلوا بأحوالهم الخاصة رغم أن لديهم ثورة اتصالات تساعدهم على صلة الأرحام تقصد الهواتف؟ والإنترنت والواتس آب والفيسبوك كل هذه وسائل تساعد على صلة الأرحام والتواصل بين الأقارب تقصد أن مكالمة تلفونية قد تكون صلة للرحم؟ بالطبع إذا تعذرت الزيارة المباشرة وهي أجمل وأولى إن لي أقارب لا يزوروننا أبداً ابدأ أنت بزيارتهم كن دائماً سباقاً لكل خير وإذا زرتهم ولم يزوروني استمر في زيارتهم وصلتهم فأنت تعامل الله قبل أن تعامل الناس غالب ابن عمي العزيز آه أهلاً بك يا محمد أوحشتني كثيراً أنت دائماً في قلبي وبالي تفضل هدايا بسيطة تحمل رائحة بخارة جزاك الله خيراً جزانا وجزاك إن شاء الله أريد أن أطمئن عليك هل سددت كل ديونك؟ لا تشغل بالك يا عزيزي فرج الله قريب إن شاء الله هذا يعني أنك لم تسددها والله يا محمد لم أستطع توفير المال المطلوب لقد خسرت تجاراتي الأخيرة وماذا عن الدائن؟ أعطاني فرصة حتى نهاية الإسبوع وإلا سيشكوني للقاضي خذ هذا يا غالب وسدد دينك ما هذا؟ المبلغ الذي تحتاجه ومن أين لك به؟ خير الله كثير ولكن أخشى أن تكون هذه النقود هي التي كنت تنوي أن تحج بها هذا العام يا غالب إنها أولويات الدين أولاً والحج ثاني